كيرو براكتك هو تقطع طر مفاصل بس علم أعرف المفاصلة واتجاه لحركة بتاعتك فيش حد ما بيقولش ظاهري بيوجع العمود الفقر النهاردة معدش سيزمان لإن قوته بقى تأضعف مشاكل العمود الفقري أعرضها غامضة العصب مش هيديني فرصة أن تفضل فقرة تنزلك والغضروفية تآكل وهو يفضل عايش معاك دكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاك الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري غير الألم المعتاد الحيرة والأحباط والألم النفسي بيحوطوا المريض بعد فشل جراحة الانزلاق الغضروفي أو حدوث الغضروف المرتجع الخوف الشديد من تكرار نفس المصار وأيضا تكرار الفشل علشان كده الغضروف المرتجع عملية بتحتاج دقة أكثر من عمليات الانزلاق الغضروفي بتحتاج مرعاة للمشكلة المضعفة اللي بيعاني منها المريض خبرة أكتر لأطباء أكثر احترافا وأكثر مقدرة على تطويع التقنيات الطبية المتطورة أهلا بيكم النهاردة حوار من طراز رفير النهاردة حوار ممتع للغاية في عالم جراحات المخ والأعصى بس خلينا أقول لكم على حاجة مهمة أوي عايز أقولها لكم لأنني ببقى أفكر فيها طول الفترة اللي فاتت لاحظنا إن في حوادث كتير زادت أوي الفترة الأخيرة كتير من حالات العمود الفقري ومشاكل العمود الفقري بيحصل نتيجة حدثة فأرجوكم خلي بالكم حكاية للحوادث دي ضيف النهاردة هو قمة علمية كبيرة واسم كبير وجراح طبعا مصر كلها بتاسعى بي واحنا بلاسعى جدا بقبوله دعوتنا أستاذنا وأستاذ جراحة المخ والأعصاب الأستاذ الدكتور محمد صديقي ويدي أهلا بيك أستاذ دي إيه النور ده أهلا بيجي تخترعي كتير من المشاكل اللي بتجيلكوا حادثة آه ده كتير آه يعني هو الأيام دي نسبة الحوادث فعلا زيادة وفي الحمام السباحة بقى آه في كل حتة بس كسر العمود الفقري في حمام السباحة ده وارد آه فترة الصيف بيبقى فيها الحركة كتيرة والسباحة والبسينات والحاجات ده كلها آه إصابة إن واحد بينزل بيخبط حتى خبطة المية آه آه وتكسرها أو تشرخها فبالتالي لو الفقرة تحركت ممكن تسيب العصب وممكن تسيب الشرره بعد آه الحقيقة حوادث الطرق دي من الحاجات اللي إحنا دايما بنتكلم فيها وبنقول إن هي زيادة آه زيادة علشان التهور بتاع الناس في السواق زيادة علشان سوء الخدمات اللي على الطرق والطريقة تلاقي فجأة عربية ناقل طلع عليه ترين لطلع عليه جرار الزراعي يعني ومش لان طريق الساحل هو الساحل إحنا مركزين معها علشان اللي معظمهم بيقوا من المشاهير اللي هم السباط اللي هناك فبيتناولها الإعلام لكن في كل الطرق بيحصل هذا الكلام طبعا طبعا وده الحركة وده مش كيف كورنيش اسكندريا لازم الناس يفهم في اسكندريا واللي بروح اسكندريا وأهل اسكندريا إنه كورنيش اسكندريا ده شارع مزدحم مش طريق سريع لا نتبع القانون ولا نتبع قواعد المرور وما بنعرفش يعني ايه نعد من مكان عبوره المشاه ولو جيت تقول لحد كده بيقوحك ويجادل معاك ويعني كأنك انت من كوكب تاني مفيش عربية بتعد عربية لأكرباط اللي بتحصل في الطريق لا 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 باسم في ثقافة باسم في يد من حديد تضرب على أي حد مخالف طبعا وبتلاقي اللي جاي عكسي في طريق ماشي كده يعني لا الولاد المتهورين او الشباب او اي حد متهور بيسوق بجو اللي هو نظام المتحدة لازم على طول وقف غرز حبس ما هو فين الكلام لازم ما بيحصلش لازم بسرعة وده ما بيحصلش ده بيماوت نفس وعلى الكبار الرئيسية في 6 أكتوبر وغيره بتلاقي الفارح وشاء لبظاء بتشاء بموتسكلات عكس الطريق حاجات حاجات موسيقية المهمة في الآخر ان في ضحايا بيقول لك هذا الكلام واحنا عندنا معدلات الإصابة النهاردة في الحوادث بقت علي الحقيقة لكن المشاكلنا العامة بقى في العمود الفقري منها الحوادث ومنها غير الحوادث وطبيعة العمل والوزن الزيادة والشغل الكتير لان العمود الفقر الحقيقة هو شيئة الحمال الأسية يعني احنا في البداية في الانترول الجميل بتاع الحلقة بنتكلم على ان ناس بيجي لها غضريف وتعمل عملات ويرجع لها غضريف تانية يعني اللي احنا بنسمي لغضروف مرتجعة موضوع كبير جدا ومهم جدا يعني الدخلة بتاعت الموضوع ده دخلة خوية جدا خلينا نبدأ بالدخلة دي يعني ايه غضروف مرتجعة هو الغضروف المرتجع يعني انا جاء لغضروف وتعاملت معايا سواء بالعلاج الدوائي او التدخل الجراحي ورجع رد علي تاني الاعراض بتاعته ولو جيت اعمل اشعات وابحاث اجد ان الموضوع في غضروف تاني يعني اما في نفس المكان يعني اما في مكان اخر وده حاجة خطيرة جدا يعني احنا دايما بنكلم بنقول وجود الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري ده وارد ان يحصل مع طبيعة العمل والقاعدة المكتبية او الشيل او الحط او ست البيت اللي في البيت اللي هي بتشيل او تبقى في المطبخ طول اليوم وبترفع مرتبة بترفع انتريب بترفع كنبة بتشيل كلامة كله بيقدي الى في الاخر ان الغضروف بيمرض والغضروف ده جزء من تركيب العمود الفقري الحي الدقيق جدا الحساس جدا مع كتر الحملة عليه بيبدأ يتأكل الغضروف هنا بدأنا ندخل في ما يسمى انزلاق غضروفي او اعراض عرق النساء او اعراض بداية الغضروف كل ده في مرحلة بدري اوي يعني ممكن تتعالج والعلاج الدوائي يجيب معاها نتيجة الحزام يجيب معاها نتيجة الراحة العلاج الطبيعي الحاجات ده كلها ممكن تساعدنا جدا الموضوع تطور بقى يعني سيبنا الغضروف فترات او بنشتغل شغل تقيل جدا او خبطة او واقعة او مطب او حدثة الغضروف انفجر وخرج برا وضغط على العصر دخلنا في ما يسمى انزلاق غضروفي طيب تمانين في المهم الغضروف اللي غير منفجرة ممكن تتعالج طب لو غضروف منفجر لا ده ملوش غير عملية خلاص بقى الموضوع منتهى لكده طب دخل عمل عملية وبعد العملية الامور تحسرت معاها فترة من الزمن شهر اتنين تلاتة ستة شهر بعد كده بدأت الالام ترجع تاني يحس بيها الوجع اللي في الفقد الوجع اللي في الظاهر الوجع اللي بينزل في رجله حرقان تنميل خدلان تقل النشر شغال بالليل بالنهار الالام ده كلها ممكن نبدأ يحس بيها مع التغيير في كتلة العضلة بتاعت رجله بدأت رجله تخس بدأت رجله ما تشيلوش بدأت الكعبل في السجادة بدأت السلم ما يقدرش يطلع كويس بدأت النزول بتاع السلم يبقى أصعب من الطلوع بتاع السلم كل دي أعراض تقولك أنه فيه مشكلة في العصب والعضل يعمل أشعات نلاقي الغضروف رجع يا إما في نفس المكان يا إما فوقيه أو تحتيه طيب إيه إيه الخصة بقى ليه رجع الغضروف دايما للنزلاخ الغضروف المرتجع موضوع كبير جدا وموضوع مؤلم نفسيا لأنك أنت عشان تحله أول مرة كانت صدمات نفسية وزعل وعيات وحزن ودخل قدرة عمليات طلعنا من قطة العمليات أمل بقى أن أنا خلاص العمر كله هفضل كان لكن أنا رجعت بنفس اللي أنا كنت بعمله في الأول الشيء اللي التقيل اللي أعضل غلط كتيرة ركوب العربية والمطبط الفضيع جدا اللي ممكن ياخدها الوقعة أو خبطة أو سقوط رأسي تحميل كده على العمود الفقري كل ده ممكن يؤدي إلى الغضروف رجعتين عشان كده بقى بنرجع للأول هو إيه اللي يخلي الغضروف مايرجعش يعني إحنا عملنا عملية مفروض الغضروف مايرجعش طبعا أنا عمل عمل إيه وإحنا عندنا هنا يعني في مصر وفي العالم العربي مبدأ أن العمل حاجة مرة مش مفروض ترجع عليه تاني يعني هو المرة زي قطعة غيرتها أنا غيرتها مش مفروض طبوز أنا دخلت عملت نزل غضروفي ماينفعش يجري غضروف تاني أنا في الضمان ينفع إيه غضروف تاني ممكن إذن يقولك أنا في الضمان أيها ده حقيقة وفيه ناس بتقعد سني وترجع يقولك ده أنا رجيع للغضروف عشان عملية كدغالية عم مال إنت كنت ماشي إزاي لما كانت العملية غالط من الأول الموضوع مش كده خبس الموضوع إن إحنا العمود الفقري بتاعنا له قوة وطاقة على الاحتمال إنت بتتعداها أو بتتخطاها فبتبدأ الأعراض بتاعتنا بتبدأ تنصر لما بيجي غضروف ونعالجه من بدري الأمور بتتحل لكن لما بنسيبه سنة واثنين وثلاثة الغضروف بقى بيجيب غضروف وإيه وغضروف تحتيه بقى الغضروف اتنين أو ثلاث تدخلت حل الموضوع شلت غضروف واحد طب ما فيه اتنين عندي بدئين ما لو شلت ثلاث غضروف الضهر بقى ضعيف وفي الجراحة العادية ما كناش بنبدأ يعني الفكر بتاع تثبيت الفقرات أو تركيب وتقوية العمود الفقري تركيب دعامات في الظهر وتقوية العمود الفقري ده فكرة حديث جدا ومش كل الناس الحقيقة ماشي عليه يعني فيه بعض البلاد على مستوى العالم يقولك ما ينفعش نعمل عملية في العمود الفقري سواء تدخلية محدودة أو العملية كبيرة من غير ما نعمل تثبيت للفقرات أو تركيب بديل الغضروف إن أنا شل الغضروف أركب غضروف بديل أو أركب مصامير وشرايح أو أركب دعامات أو تفر اللي أنا هعمل لازم يبقى فيه نوع من تقوية العمود الفقري لأن يلقوا إن الناس اللي عملت عملية وارد بنسبة 60% في أول سنتين يرد الغضروف تاني ودي نسبة كبيرة جدا طيب لما تركب التقوية أو الدعامات أو الغضروف البديل وجدوا إن هذه نسبة بتقل تماما إلى تصل إلى 5 إلى 10% يعني 5 إلى 10% ممكن يرد عليهم الغضروف آه في أمريكا الإحصائية كم؟ الإحصائية 15% من كل الجراحات اللي بتتم في العمود الفقري في خلال سنة ممكن ترد تاني الكلام ده موجود في الكتب وموجود في المراجع العلمية يعني مش بنقوله كده بنحلي بضاع زي ما بيقوله لا خالص في العالم كله هذا الكلام موجود تزيد النسب أو تقل على حسب التكنولوجي اللي أنت بتستخدمها والريهابيليتيشن أو التأهيل بتاع المريض بتاع العمود الفقري بعد كده لأنه مفروض أنا بأهله أقوله بعد كده بقى الشيلة التقيلة لا لأ الوزن الزيادة لا لأ العظم الضعيف تعالى نقويه عندك هشاشة تعالى نعالجها في مشاكل في التمثيل الغذائي الغضة الدرقية عندك نشطة السكر ملاخبط الضغط مش عارف إيه الكالسيام ضعيف الفيتامين ده الواطي كل الكلام ده كله لازم بعد العملية لازم نعمل له تصليح موضوع الحركة علشان نحصل في الآخر على نتيجة لأن أنا نهارده بعمل عملية وبتعرض العملية وعلى أمل أن أنا بعد كده خلاص بقى أبقى بين فريق أو أقل ما يمكن أن الألم يقل لكن اللي أنا عايز أقوله بقول أن دايماً مشاكل عمود الفقري سواء في الرقبة أو فضاء مواضيع كبيرة ما هي الصغيرة ومفروض ما نستهنش به ولما المريض بيروح لدكتور أو اتنين يقول لا لا العملية بسيطة جداً وده كلمة ونص وبتعدي الأمور الحقيقة مش كده يعني عمليات العمود الفقري عمليات معقدة جداً وكبيرة جداً ومشاكلها برضو كتيرة لأنك أنت بتتعامل مع تركبات كتيرة ومختلفة وحاجات صعبة يعني لكن في وجود التكنولوجي الحديث والعلم الحديث والخبرة العالية بتاعة الجراح يقدر يقلل من المضاعفات مش يمنعها لأن على مستوى العالم في مضاعفات للجراحات موجود يعني فيه بتعامل في أمريكا يتعامل في ألمانيا يتعامل في فرنسا ويبقى داخل ماشى على رجل ويطلع على كورسي بعجل عندهم هذا الكلام مش يقولك أصلاً الدكتور اللي مش فاهم آه موجود بس بنقول إيه كل ما بتبقى حريص مع المريض تنتقل المريض بالزبط كويس يعني المريض لو عنده مشاكل ما ينفعش تتحل ما تعملش عملية طب هتسيبه بقلم آه ياخد بقى علاج بقى للألم بقول لأن العملية مش يتقدم خلاص لأن العملية في الآخر النتيجة بتاعتها مش هتبقى مرضية له وهو أول واحدة هينتقد الجراح طب عمل العملية ليه إزا كان الألم بينه طيب أنا عملت عملية والمريض بقى كويس شهر واثنين وثلاثة خلاص بقى العملية كويسة طب حرج رجعت تشيل وتنتع تاني على دارك وعلى كدفك أو متباط أو ما بتريحش أو قاعدة مكتبية بالعشر ساعات وبالاثناشر ساعة وجاية تشتيك تاني إنك تقول إن أنا عندي ألم وارد طبعاً هيجيلك ألم لأنه هو الظهر في خمسة وعشر غضروف في ظهرك زي ما غضروف باز ممكن يبوه صغيره ودايماً إحنا لما بقول الألام العمود الفقري يعني مثلاً لو جال غضروف في الرقبة وعليجته لو جال غضروف في فقرة تانية في الرقبة ما هيدي نفس الأعراض اللي هي الواجع اللي في الرقبة في الكتاف والتنميل والخدلان والتقل اللي في الإيد ومش قادر أمسك الكوباية ومش قادر أمسك المعلاقة ومش عارف ألبس الجاكت ومش عارف شكوى كبيرة جداً يقول لك مش عارف أربط الإشارب بتاعه مش عارف ألبس الترحة بتاعته مش عارف أتلف الفستان بتاعه ده كل ده يؤدي إلى إيه؟ إلى معلومة إن أنت عندك مشكلة هنا في العمود الفقر وفي الفقرات طيب النهاردة في حزمة من الأسئلة الأسئلة دي أسئلة جمهور جمهور والجمهور له تايماً لغة مختلفة عن أسئلتنا يعني بيحكي ممكن يركز على نقطة هي دي اللي في دماغه قوي فأول سؤال بيقول عندي ألم شديد في أسفل الظهر وينتقل إلى منتصف الفخت بحس بحركة في المنطقة وفي الأعصاب دي للأعصاب مع آلام في الرجبة والكعب اليمين إيه تفسير الحالة دي؟ هو الواجع بدأ معه في الظهر بيقولك واجع في الظهر بدأ ينزل على الفغد وبيسمع في الجنب اليمين بما فيه الرجبة وبيوصل لكعب الرجل هي دي بزبط الصورة بتاعت اللي احنا بنسميها عرق النسا عرق النسا ده ده تبسيط جداً للكلمة بتاعت انزلاك غضروفي يعني أنا عندي غضروف في الفقرات القطنية والعجزية غالباً الغضروف اللي بيسمع من الهنش كده من الفغد وبياخد جانب الرجل وبينزل لتحت ده بيبقى ما بين الفقر الرابع والخمسة أو الخمسة والعجزية الأولى وعلى حسب بقى هو وصل لحد فين؟ وصل لحد فين؟ هل وصل فوق الكعب الرجل ولا وصل للكعب؟ ولا وصل لأطراب؟ هنا هنشوف في الرسم الموجود ده يعني ايه كلمة عرق النسا؟ هو ده الألم بقى بتاعه بيبقى نار يعني يقول لك لهبة في ظهري حاسة بنار بتلسع تنزل تاخده الظهر وتسمع في الرجل الرجل ده ليه بتنزل في الرجل؟ لأن ده مسار العصب طب فيه ناس يجيلها غضروف والواجه ينزل في الرجل وما يجيش في الظهر بيبقى الظهر مفيش فيه أي مشكلة بس العصب اللي نازل لأن ده بيقى غضروف جانبي أكتر العصب اللي نازل هو اللي بيسمع في الرجل ده بنسميه انزلها غضروف لأن الغضروف زي ما احنا شايفينه اللي هو لونه أخضر ده الغضروف عامل زي السفنجة كده عامل زي الوسادة أشيل تقيل واحدة ست شايل عيالها أو ابنها طول اليوم وخلي بالك الشيلة ساعات بتبقى خطأ أو ساعات ممكن أم بيجينا كتير جداً أم اللي بترضى عنايمة على جنب وشايل عيلة على إيد والعمود الفقري معوخ بتلاقيها جاية معوخة باخدها نفس الوضع كده معوخة بأز الشكل قعدة الكمبيوتر الكتيرة قعدة الموبايل الغلط اللي هي بقت مشاكلة كتيرة جداً دلوقتي المجهود بقى الأوفر يبدأ الألام بتاعتنا تمسك في العمود الفقري أسفل العمود الفقري ممكن قال لي بقى في الظهر على قد العضلات يحصل واجع كده خفيف لكن نحس بالنار والكهرباء والتنميل والخدالين في الرجل ليه؟ لأن العصب بدأ يندغط لو انضغط العصب اللي نازل ده اللي احنا بنسميه انزله غضروفي طيب لو الألم على قد ألم أسفل الظهر عادةً بنلاقي الغضروف هنا صغير ولم ينفجر وبيبقى غضروف وسطي في النص مش ضارب شمال أو يمين لكن معظم اللي بينزل على الرجل بيبقى غالباً شمال أكتر وبتصاحبه بقى لما بنيجي نعمل فحوصات وأشاعات تلاقيه أشعة زي كده يعني المريض ده مريض بيشتكي من قلم في رجله رهيب جداً برغم أن عنده لما بنيجي نشوف الأشعة فيه فقرة مكسورة ومنقولة يعني الفقرة الرابعة والخمسة متزحزحة من مكانها ودي درجة اللي احنا بنسميها درجة الخمسة من الانزلق الغضروفي لأن الغضروف أربع درجات والدرجة الخمسة بتاعته بنتكلم في الحركة في الفقرة الفقرة بدأت تتحرك الزحزحة الزحزحة والزحزحة في حد ذاتها أربع درجات برضو يعني لما نيجي نقسمها كده الدرجة أولة أو تانية أو تالتة كل درجة بسنطي من الحركة هنا اللي بيبقى الفقرات بقى هنا شوف التزحزح في الفقرة التالتة والرابعة والخمسة والعجازية الأول عندي أربع فقرات متزحزحين ده طبعاً ما بيحصلش كده فجأة ده ممكن واحد وقع أو تخبط أو بتاعه وكمل مشي واشتغل وبيكمل حياته بشكل طبيعي جداً وبيهري نفسه مسكنات ده فيه ناس بتاخد كمية من المسكنات لتصل لدرجة الإدمان وبيجروا بياخدوا المخدرات عشان كده بقت فيه أدوية كتيرة بتدخل في جدوى لأنه شوف الغضروف قفلت القناة العصبية ومش كده وبس الغضروف لما خرج العدم بقى على العدم فالعدم بيأكل في العدم عمل زي الخراج جوة الفقرة يعني شوفها تلاقي جوة العمود الفقر الفقرات في جزء بقى اسود كده انت مش عارف مفيش ملامح هنا للعدم فاللي موجود ده ايه بقى حصل تآكل اللي بنسميه سبوندولو ديسكايتس الغضروف خرج ها وبدأ العدم يأكل في بعضه فبقى هنا فيه التهاب فمجرد ما شلت الغضروف بس انت محلتش مشكلة الفقرات دي لازم تتسبت ولو ما تسبتتش المشكلة بعد العملية بتبقى أصعب ده غضروف والترك يعني غضروف واحد عنده غضروف وسابه سنة واثنين وثلاثة وكان مريض سكر عشان كان دايما بتقول لما يبقى عندك مريض سكر ها والسكر بتاعهم لاخمد ما تسبش الغضروف اللي عنده لانه حول حول المنطقة الى خراج بقى تخراج تآكل في العدم نفسه ده التهاب في العدم الفقرة كلها اختفت الفقرة الخامسة وجزء من الفقرة العجازية اختفى عندي بقى هنا برضو آآ آآ يعني كيس او حالة مهم جدا حد بعد بيقولي انه والدته حصل عندها كاس في فخده تم اجراء عملية وضعوا لها نسيج ومن ستة اشهر آآ بدأت التمشي لكن عندها وجع في المكان ده والشؤال طبعا هي عمرها 67 سنة ايه اللي حصل ليه في وجع هيفضل ولا ممكن يختفي بعد كده هو لو فيه كسر يبقى ده طبعا بيروح لدكتور العظام يتطمن على رجله الكسر ده يشكله كسر بسيط كسر مضاعف ده محتاج تدخل جراحة عملية تثبيت بشرائحه مصامير او بيركبه جوه العظمة بتاعة الفاخ دي كده سيخ يمسك الفقرة العظمة بعدها لكن كتير جدا من الناس بيش بتبقى القضية هنا بس يعني الوقع او الخبطة دي بتأثر في العمود الفقري فلازم احنا هنا بندور زي ما بنبص على الفاخد اللي هو ويرم وده اللي ظاهر قدامه لازم يعمل اشعات على العمود الفقري يبدأ بالاشعات العادية اللي هي الامامي خلفه الجانبي او في وضع بنعمل حاجة اسمه اشع حركية كمان نخليه وطي يعني في وضع الركوع كده وفي وضع انه يبقى فرد ظهره ونصور لو الفقرة متحركة نبدأ نعمل اشعات رانين مغناطيسة او اشع مقطعي سلسلة الابعاد هتبين الموضوع بالزبط شؤال اللي جايت بقى كلاسيكي قوي بيقول واحد راجل انه عنده انزلاق في الفقرة الرابعة وكمان عنده انزلاق في التالتة والخمسة بس الرابعة اللي بدأت الاول زهب الى دكتور قال الدكتور على حد تعبيره لازم لك جراح بيقول انه لما عمله فحص عصبي لقى كويس لكن فيه تقلم فيه كثير من الاحيان وخصوصا في اسفل الظهر هو عامل اشعات لقى ان فيه عنده غضروف ويحنا زي ما اتفاقنا ان احنا بنقول لغضروف مش كل غضروف هتتعالج لكن فيه صفات معينة هتتعالج بجراح فيه صفات لازم يتعالج الاول دوائيا وفيه ناس العلاج الدوائي مش يجيب معه نتيجة على طول طيب هو مين اللي العلاج الدوائي مش يجيب معه نتيجة يعني لو واحد عنده غضروف منفاجر مش يجيب معه نتيجة لو واحد معه ضيق شديد مع غضروف ضيق في القناة العصبية مع غضروف مش يجيب نتيجة لو واحد عنده كسر في العمود الفقري او شرخ سواء درجة اولى او تانية او واتفر مش هيجيب مع النتيجة لو واحد عنده غضروف ودخل فيه مضاعفات زي تسايب والبول أو سقوط في القدم أو فقدان الإحساس كلام ده كله برضو العلاج الدوائي مش هيجيب مع النتيجة أنا على طول خلاص يعني لازم أفكر في التدخل للجراح والحقيقة الجراحات متقدمة جدا يعني إحنا معنا في الفيديوهات اللي ياريت نشوفها الجراحات بقت دقيقة جدا يعني أنت الغضروف النهاردة مش هيجيب العلاج لكن ممكن التدخل جراحيا بطريقة بسيطة جدا يعني فيه تدخلات بين سماية تدخلات محدودة يعني فيه تدخلات محدودة محدود يعني إيه أنا مش محتاج جرح كبير ومش محتاج آلات كتيرة ومش محتاج أي حاجة أنا مجرد أدخل بشوف العمود الفقري وأنا حددت بالأشعة والرنين المغناطيس والأشعات اللي معايا فين الغضروف فين المشكلة أنا بدخل من خلال فتحة صغيرة جدا يعني سنتي أو اتنين سنتي ما بين الفقرتين وبعض بلاقي الغضروف قدامي على طول أبدأ أشيل الغضروف أفك الأعصاب دي حزمة الأعصاب مضغوطة لإن فيه غضروف ضغطة طب مجرد ما انت شلت ده ده تدخل محدود بقى ومش محتاج أشيل الغضروف كله أنا بشيل الجزء البرز من الغضروف طب الغضروف لو انت شلته اتحلت المشكلة لألم موجود طب لو هو معاه كسر أو شرخ العملية دي بقى للكسر أو الشرخ يعني فيه فقرة منقولة متحركة من مكانها اتفقنا أن الغضروف لو شلته ما تحلتش مشكلة ده بالعكس هتزيد لما نيجي نبص بقى هنا العملية بتبقى فاقي دي ما تسمى الحاجة اسمها دعمات الدعمات دي من المادة من اسمها تايتينيوم بتحت في غرفة العمليات بينج كلي جرح برضو صغير يعني كل فقرة أنا محتاج حوالي اتنين سنتي لو أنا عندي فقرتين بقى جرح اربعة سنتي بدخل تحت جهاز الأشعة أبدأ أركب واسبت الدعمات بتاعتي وأبدأ أعمل لهم واصلة شايف الفقرة سقطة ومكسورة ازاي الفقرة دي أنا هرجعها لورا أنا لما بعمل كده بيبقى عامل زي نظام يعني فكرة البريج أو الكبرى ان انت بتسحبها ترفعها من مكان ساعة كتير جدا ترجع الفقرة معايا في بعض الأحيان ما بترجعش الفقرة بتبقى ثبتت على كده لو الوقت بقى له موضة طويلة فالممكن أثبت على وضعه بس في نفسه لازم أعمل حاجة تانية بقى أدخل على العصب أعمل حاجة اسمها توسيع للقناة العصبية وامشي مع مصار العصب لحد ما يخرج من منطقة الحوض امشي مع مصار العصب أو السعنه يبقى هنا العملية في أربع حاجات بشيل الغضروف بعمل دعمات وتثبيت للفقرات بوسع القناة العصبية بسلك العصب اللي أنا ماشي معاه اللي هو كان متأثر ومضغوط عليه كده المريك بيخرج بفضل الله كويس بيقعد معنا في المستشفى هو يوم واحد وتاني يوم بيخرج في المستشفى ممكن بعد أسبوعين بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا ناس كثير جدا بيجي لها صداع والصداع له أسباب كثير جدا بس أشهر وأكتر سبب للصداع القوي بيبقى من مشاكل في فقرات العنقية والغضروف يؤدي إلى ده ما هو كلمة شلل أو كلمة الغضروف قد يؤدي إلى كاسر في الفقرات بيؤدي إلى كاسر في الفقرات وزي ما شفناه كده ويؤدي إلى ضغطة على العصب ويعمل دمور في العصب ويؤدي إلى تسايب في البول ويؤدي إلى عدم التحكم في الإخراج في ناس تهيئة لها أن تردد الحراري أو حقن البلازما أو البي أربي أو حقن الكورتزون أو كلام ده هو بديل للعملية لا مش بديل للعملية